يبدو أن إعلان وزارة المالية عن تجاوز العجز النقدي في الميزانية العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بأكثر من مليار دينار دفع صندوق النقد الدولي بالتشديد على صياغة استراتيجية شاملة لتصحيح الأوضاع المالية للكويت لتجاوز تداعيات الأزمة المالية توقعات صندوق النقد الذي يقدم النصحة مجددا للبلاد صبت في مسار استمرار عجز الموازنة عند نسبة عشرة بالمئة من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات المقبلة فيما بررت وزارة المالية العجز الاستمرار تذبذب أسعار النفط وانخفاضها عن الحد المتوقع تقرير صندوق النقد ارتكز في السابق على حلول عدة تخطو نحو لجوء الحكومة لمصدات مالية كبيرة وتوفير المساحة الوفيرة للاقتراض من تمويل العجز بيسر ما سيمكنها من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي مشترطة أن يتم ذلك بشكل سريع تحذيرات صندوق النقد أيضا سلطت الضوء على متوسط معدل التضخم في الكويت والذي ارتفع بشكل طفيف منذ العام الماضي ليصل إلى نحو ثلاثة بالمئة ليتجاوز هذا الرقم خلال يوليو الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار خدمات القطاع السكني بشكل أساسي وأوضح التقرير أن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تقلل من الاعتماد على النفط ومن أهمها التركيز على إصلاح سوق العمل وتهيئة القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في الدولة وفيما سلط تقرير الصندوق على فتور أداء البورصة وأداء القطاعين المالي والمصرفي بالبلاد دع الحكومة مجددا لترشيد هيكل الضرائب واعتماد الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد المعاملة الضريبية لقطاع الأعمال من شركات أجنبية ومحلية وإلغاء الرسوم على الشركات